السلام عليكم اليوم بإذننا نتطرق لموضوع مهم ويفيد الجميع خاصة ربط البيوت سواء المكثة في البيت أو العاملات يتعلق الأمر بتجميد الخبز يعني هو حديث العامة يعني انتشرت بعض الأخبار أنها مسببة لأمراض ويعني جنرال ليس فقط الخبز اللي نشريه من المخابز حتى كامل المعجنات بشكل عام وهو رأي الخبراء وأبداً أبداً يسبب السرطان ولم تشخص أي مركبات كيميائية لتأكد أن الخبز لما يوضع في الثلاجة أو المجمد يعطي السرطان حتى يعني أخواتي حتى الخمائر اللي نوضعهم للخبز أثناء الطهي في درجات حرارة عالية فهي تتبخر يعني لا يقعدش ولا شيء وما فيهش الماء كل شيء يتبخر أثناء الطهي ولكن بعض الاحتياطات التي يجب أخذها بعين الاعتبار اللي هي أنه قبل وضع الخبز في المجمد يجب أن يكون بدرجة حرارة المطبخ أو الحرارة العادية أبداً تروحي للمحبزات شرير خبز هكذا كسخون وتدخلي الدار وتحطيه في المجمد هذا سلوك غير صحيح سيء جداً أو مثل في الدار الخبز أي نوع من المعجنات المطلوع أو الكسرة وغير ذلك تضعه في المجمد وهو ساخن هذا ليسبب السرطان والحل هو أنه بعدما يبرد الخبز أو الكسرة أو أي معجنات لفوها في قطعة قومش تكون نقية بيانسور ونبعد زيدوا لها البلاستيك الخاص بالمجمد يعني ما يكونش هناك كونتاكت بين البلاستيك والخبز حتى لو كان يكون كونتاكت بصح يغبا ولكن من الأحسن من الأحسن لفوه في قطعة قومش هكذا تضمنوا أنه الخبز تحكم سليم تاكلوه إن شاء الله احتى حاجة متظركم ونقولكم نتمنى استفدتم من المعلومات وإلى اللقاء في فيديو آخر وإلى اللقاء